الفضيلة الشيخ عدنان الله يحفظه طلب مننا أن نتكلم على إتمام الحركات إتمام الحركات أيها الإخوة الكرام نحن نعلم بأن الحرف العربي إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا يعني حالة من إحدى أربع حالات فإن كان ساكنا خرج من مخرجه الأصلي ولا يصاحبه شيء آخر إن كان الحرف العربي مفتوحا خرج من مخرجه الأصلي وصاحبه انفتاح للفم يعني تباعد للفكين هذا فك وهذا فك الفك السفلي يتحرك الفك العلوي متصل بالجمجمة طبعا فتح غير مبالغ به قال أبو عمر الداني رحمه الله فتح العربي فتح وسط فتح العربي فتح وسط لأن أخواننا بعض الشعوب غير العربية عندهم مبالغة في فتح الفم انتبهنا فأما العرب لما يفتحون يفتحون فتحا وسطا انتبهنا با قا سا عا شا فيخرج الحرف من مخرجه ويصاحبه مين انفتاحا للفم ان كان الحرف مضموما خرج من مخرجه الأصلي وصاحبه ضم الشفتين ضما محكما كأنك تنطق واوا لو نطقت واوا كيف تقول او قالوا هنا تقول قل انكم كو قو عو سو شو انتبهنا نعم وان كان الحرف مكسورا خرج من مخرجه الأصلي وصاحبه ارتفاع لوسط اللسان اللي هو مخرج مين الياء وتلقائيا شو بيصيل بالفك السفلي ينزل قليلا لذلك بالنحو بيقولوا عن الحركات الثلاث بيقولوا الرفع والنصب والخفض ما بتسمع بيقولوا الخفض شو هذا الخفض خفض الفك تبهنا ب بسم بسم الله خفض قليل موجود لكنه قليل ما في مبالغة تبهنا كيف هذا المبحث شو اسمه اخواني اتمام الحركات يجب على القارئ ان يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف مثال موجود هنا حرف الباء المفتوحة انظر الان سأحرك الصورة فستبتعد الشفتان لتخرج الباء وسيبتعد الفكان لتخرج مين الفتحة كيف نعرف بان الفكين قد ابتعدا بابتعاد الاسنان بابتعاد مين انظر الى منطقة الاسنان هادي شايف انظر با كمان با كمان با شايف كيف الاسنان عم تبتعدها با الشفتان ابتعادهما يخرج الباء ابتعاد الفكين يخرج الفتحة با ولا نقول با با هذا ابتعدت الشفتان فقط اشبه بالقلق لا صار تبهنا كيف هذا بالنسبة للمفتوح بالنسبة للمضموم يجب عليه يعني على القارئ ان يضم شفتيه عند النطق بالحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالواب هكذا او هذا منظر امامي اتبهنا قولوا امنا اعوذ بالله اعوذ نعبد بود كل ما اتاك ضمة لا بد من ايه من ضمة الشفتان الحرف المكسور يجب عليه ان يخفض فكه السفلي هذا الفك السفلي ويرفع وسط لسانه هذا وسط اللسان عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق باليا تمام اي ب ع س شي واضح اخواني اما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الاصلي دون ان يصاحبه شيء مما سبق تبهنا الحرف الساكن لا يصاحبه شيء مثلا هنا الفاء الساكنة اف اف لا في انفتاح للفم لا في انضمام للشفتين لا في انخفاض ضرفك السفلي تنبيه الضمة واو قصيرة والفتحة الف قصيرة والكسرة ياء قصيرة لذا فان صوت الحركات مطابق لصوت اصولها من حروف المد الا انه اقصر زمنا انتبهنا ما الفرق بين الالف والفتحة الفتحة الفتحة الف ولكنها قصيرة والضمة و ولكنها قصيرة لذلك الامام الطيب رحمه الله في منظومة المفيد ده ما بدأ يتكلم عن الالف قال والالف المد الذي ينشأ من اشباع فتحتين اشباع الفتحة شو يعني اشباعها تطويل الفتحة والالف المد الذي ينشأ من اشباع فتحة كمن صاف امين فعند نطق حرف متحرك نقوم بكم عمال بعملين الاول نخرج الحرف من مخرجه الاصلي من غير تطويل زائد لزمنه اثنين ويتبع ذلك مباشرة مخرج اصل الحركة تبهنا هذا كلام ابن جني على فكرة ابن جني الله يرحمه قال ان الحركة تأتي فين بعد الحرف مباشرة الطيبي الله يرحمه قال لا اذي الحروف ان تكن محركة يشركها مخرج اصل الحركة فان قلت يشركها او قلت يأتي بعدها مباشرة كلام ايه متقارب هو الخوف من ايش تعرفوا الخوف من ايش ان يأتي انسان يقول فتر الذين مثلا فتر شو بيقول هيك بيكون كأنه نطق كم فا فا اين فا ساكنة يتلوها مين فا متحرك بس بلاك شهد الله شهد هون كأنه بدأ بمين بشين ساكنة اتبعها بشين متحرك قال العلامة الشيخ احمد الطيبي من علماء الخرن العاشر الهجري رحمه الله في منظومته المسماء المفيد في التجويد وكل مضموم يعني وكل حرف مضموم مضموم صفة لموصوف محذوف تقديره ايه حرف مضموم وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضم هنا الضم الى الامام يعني وذن خفاض بن خفاض للفم هنا اطلق الفم ومراده الفك العرب احيانا يطلقون شيئا ويريدون جزئه تبهنا اطلق هم اقول الواحد هذا الفم هذا كله فم هذا كله فم الواحد ده ما تجيب كسرة بده يوطي راسه لا وذن خفاض بن خفاض للفم يعني بن خفاض للفك نعم يتم والمفتوح بالفتح يعني والمفتوح يتم بالفتح افهمي يا اخانا اذي الحروف ان تكن محركة يشركها مخرج مين اصل الحركة الفتحة شو اصلها الالف الضم الكسرة يشركها مخرج اصل الحركة اي مخرج الواوي بالنسبة للضمة ومخرج الالف بالنسبة للفتحة وليأو في مخرجها الذي عرف بالنسبة للكسرة فان ترى القارئة لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بانه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم كذاك ذو فتح وذو كسر يجب اتمام كل منهما افهمه تصب كلام جميل الله يرحمه الشيخ الطيبي يعني شعره من السهل الممتنع من السهل الممتنع الحقيقة ومين مثله هيك شعره الجميل واللزيز يعني ما غامض ما في غموض شيخنا الشيخ السمنودي الله يرحمه الشيخ إبراهيم علي شحاته السمنودي سبحان اللي أعطاه يعني سبحان الله قال لي سيدنا الشيخ عبدالعزيز يعني سود قال لي يعمي الشعر على لسانه كالماء يعني من حيث السهولة